كذلك أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر آمن بقدرة الشعب المصري على تحقيق التنمية الوطنية الذاتية ومحاربة الفقر والجهل والمرض الذي تسببت فيه قرون من الاستعمار كما أجدد رئيس العهد على أن تكون مصلحة مصر وسلامة أراضيها هما المبتغى ورخاء شعبها واستقراره هو الوجهة والمقصد كما آمن جمال عبد الناصر بقدرة الشعب المصري العظيم على تحقيق التنمية الوطنية الذاتية ومحاربة الفقر والجهل والمرض الذين تسببت فيهم قرون من الاستعمار الأجنبي واستغلال خيرات مقدرة هذا الوطن وغيره من شعوب العالم فأولى تحقيق العدالة الاجتماعية أهمية خاصة لإعطاء الأغلبية الكاسحة من أبناء هذا الوطن فرص الحياة الكريمة تحية تقدير وإجلال نتوجه بها لرجل من أخلص أبناء مصر جمال عبد الناصر الذي اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه وكان حريصا في كل الأحوال على مصلحة هذا الوطن وحريته وقرامة شعبه فإننا نجدد العهد على أن تكون مصلحة مصر وسلامة أراضيها هم المبتغى ورخاء شعبها وأمنه واستقراره هم الوجهة والمقصب ترجمة نانسي قنقر